لو ابنك سألك يا أبي من أسماء الله السلام تقول له أيوة يقول لك يعني إيه؟ إيه معنى اسم ربنا السلام؟ من أسماء الله الكدوس تقول له طبعاً يقول لك يعني إيه كدوس؟ من أسماء الله الجبار إيه معنى الجبار؟ هل عندك إجابة؟ يخوانا هذا علم من أشرف العلوم هذا جزء من التوحيد ينبغي على كل مسلم أن يعرف هذه المعاني ووالله لو عرفها لزاد حبه لربه ولزاد إيمانه في قلبه ربنا اسم السلام ما معنى اسم الله السلام؟ قال ابن كثير وقال الإمام البيهقي السلام هو الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ربنا السلام سلم من كل عيب وخلل ونقص وبرئ من كل آفة سبحانه وتعالى برئ من كل نقص في أسمائه أو صفاته أو أفعاله الكمال كل لله عز وجل في ذاته في صفاته في أفعاله وإسم الله السلام يتناول كل صفة من صفات الله فكل صفة من صفات الله سلمت من كل نقص وخالل وعيب الله هو الحي الذي لا يموت بل ولا تأخذه السنة ولا نوم حياة ليس قبلها موت وليس من بعدها فناء هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده الجن والإنس يموتون والله حي لا يموت كل من عليها فان هو الحي سلمت حياته من كل نقص وعيب حياته لم يسبقها موت ولا يتبعها فناء مستقل بذاته حياته لا تحتاج إلى أي شيء حتى تدوم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا تأخذه السنة ولا نوم وهو القيوم القائم على مصالح خلقه مليارات المليارات من مليارات المليارات من مخلوقات الله من الذي خلقها الله من الذي يرزقها الله من الذي يسمع نجواها الله من الذي يرى مكانها الله من الذي يدبر أمرها الله ولا يشغله مخلوق عن مخلوق قيوم لا يعتريه تعب ولا لغوب مع قيامه على مصالح مليارات الخلق سبحانه وتعالى سلمت قيوميته من كل نقص وخلل وعيب وهو العليم يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما دخل عليه الليل وخرج عليه النهار يعلم عدد ذرات الرمال علم محيط بتفاصيل التفاصيل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة علم لم يسبقه جهل ولا يدبعه نسيان أي عالم غير ربنا خرج من بطن أمه جاهل قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كل علماء الخلق خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا حتى علمهم رب العالمين وبعد ما نتعلم ويشتعل الرأس شيبة ويتقدم بنا العمر نبتدي ننسى والمعلومات تتفلت وبعض الناس عافان الله وإياهم يبتلى بألزهايمر لكن ربنا هل ينسى؟ هل يتفلت من علمه شيء؟ فرعون قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وفي سورة مريم وما كان ربك نسيا علمه سلم من كل عيب وآفة وخلل وهو فعال لما يريد سبحانه فعال لما يريد لكن أفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل لا ظلم فيها لأحد فمع أنه عزيز وجبار وقاهر فوق عباده وفعال لما يريد وليستطيع أحد أن يبلغ أن يضره مع كل هذه الهيمنة والقدرة والعزة والقهر والجبروت لا يظلم الناس شيئا حتى الكفار لا يظلمهم كل من دخل النار دخلها بعدل الله قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا لمسلم ولا كافر قال الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى إرادته قهره جبروته هيمنته سلمت من كل آفة وعيب وخلل ومن صفات ربنا أنه يتكلم وكلم الله موسى تكليما وربنا ليس كمثله شيء لكن كلامه سليما من آفات الكلام من الكذب ومن الظلم كلام الناس فيه كذب كثير وفيه عدم إنصاف كثير إذا أحبك أحدهم رفعك إلى قبة السماء أنت العالم أنت المحدث أنت الحبر أنت الفهامة أنت إمام الأمة فإذا اختلفت معه في شيء قال جاهل جهول جهال مجهال بصياغ المبالغة الخمسة كلام ربنا ما فيش في الكلام ده كل صدق في الأخبار كل عدل في الأحكام كما قال ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد غني عن من سواه كل الخلق فقراء إلي وهو غني عنهم كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهو الملك ملك الملوك وقاضي الحاجات وملكه ليس له فيه منازع ولا شريك ولا يحتاج في تدبير ملكه إلى وزراء أو إلى مساعدين وملكه لا يزول وملكه واسع على كل الخلق له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وملكه أوسع من السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بدليل أن الرسول الجليل صلى الله عليه وسلم علمك عندما ترفع من الركوع أن تقول وركز معايا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فملك الله أوسع من السماوات السبع والأراضين السبع ملك واسع كامل بل هو واهب الملك سبحانه وتعالى وملك الملوك سلم ملكه من كل آفة تعتري ملك أي ملك جل جلاله كل ملك يموت ويبقى ملكه إنما ربنا عز وجل باق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو الحليم الودود العفو الغفور كل هذا من غير ضعف ولا ذل ولا مصانعة لأحد بل تفضل منه وإحسان وكرم عفو كله عند المقدرة مغفرة كلها من غير ذل لأحد ولا مصانعة لأحد بل منه وإحسان منه جل جلاله وهو المنتقم من غير ظلم لأعدائه بل كل أعداء الله دخلوا النار بعدله سبحانه وتعالى وهكذا ربنا اسم السلام يعني يعني معنى اسم ربنا السلام سيدك الإمام بن كثير وسيدك الإمام البيهقي وغيره ما قالوا السلام الذي سلم في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه من كل نقص وخالل وعيب وبرئة من كل آفة سبحانه وتعالى المعنى الثاني من معاني اسم ربنا السلام السلام يعني هو مصدر السلام مصدر الأمن اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فهو مصدر السلام ومصدر الأمن وكل من ابتغى السلام والأمن عند غير الله عز وجل فلن يجده وهل يضر أحد أحدا سلمه السلام كلا قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله هو السلام مصدر السلامة والسلام والأمن سبحانه وتعالى أولم يقل ربنا لكبير أعداء بني آدم لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إبليس قال لربنا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين تكفل الله بالحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة لمن آمن وعمل صالحا فقال جل جلاله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الأمن العز السؤدد السلامة في أن تكون مع الله في أن تعمل بأوامر الله حتى يعصمك من شرور الدنيا والآخرة طيب ومن أعرض عن سيده ومولاه وعمل بكلام أعداء الله أذله الله في الدنيا وأحرقه بناره في الآخرة قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى ربنا اسم السلام يعني إيه سلم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من كل نقص وعيب وبرئة من كل آفة ربنا اسم السلام يعني إيه يعني مصدر السلام وفي الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام فكن مع الله يحفظك من شرور الدنيا والآخرة والمعنى الثالث من معاني اسم ربنا السلام أي هو الذي سلم مخلوقاته من الخلل والفطور والعيب ألم تقرأ قول الله عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ألم تقرأ قول الله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه فإسم الله السلام يتجلى في كل خطوة يخطوها الإنسان يتجلى في كل مخلوق خلقه الله ترجمة نانسي قنقر